بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي حتناول فيه تصميم تجريبي منتشر جدا في البحوث والدراسات ورسالة الماجستير والدكتوراه سواء كان في مجال علوم الإنسانية أو فيه تخصصات أخرى هذا التصميم التجريبي واسطوب الإحصاء المرتبط به للأسف يعني مستخدم بطريقة خاطئة وحنوضح مع بعض بالزبط النهاردة ايه مجال الخطأ اللي موجود وكيف يمكن إجراء التحليل الإحصائي المناسب لهذا التصميم التجريبي هنتكلم على ايه النهاردة؟ هنتكلم على تحليل تباني الثنائي ذو القياسات المتكررة يعني توي أنوبا واس بيز ربيتد ميجرز لكن عندي قياسات متكررة وذلك هذا التصميم أو هذا التحليل الإحصائي وتصميمه التجريبي لمسميات مختلفة هنشوفها مع بعض يبقى احنا هنتكلم على توي أنوبا بس ويز ربيتد ميجر موجود قياسات متكررة معاكم أستاذ الدكتور محمد حبش حسين أستاذ بحصار بالقياس النفسي والترباء بكلية تربية جمع السكندرية ده ما نقول لك لو عجبك الفيديو اعمل له لايك تعرف حد يستفيد بيعمل له شير بسوعة جميلة حوال تنسى انك تعمل سبسكرايب عشان خاطئ توصل لك جميع فيديوهاتنا على هذه القناة الجديدة تعالى نشوف مع بعض هنتكلم في ايه النهاردة؟ هو التصميم التجريبي اللي هنتكلم عليه النهاردة تعالى نشوف مع بعض احنا بنقصد به بالتصميم التجريبي ده بنقصد ان انا يكون عندي مجموعتين مجموعة تجربية ومجموعة ضبطة او مجموعتين تجريبيتين او اكتر ما تفرقش طبعا ممكن يكونوا مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضبطة ممكن تلات مجموعة تجربية ومجموعة ضبطة ممكن مجموعة تجربية ومجموعة تجربية اخرى موجودة او مجموعة تجربية ومجموعة ضبطة ده الشق الشائع الموجود في كتير جدا من رسالة المجلسير والدكتوراب نرى هذا الديزاين هذا التصميم مجموعة تجربية ومجموعة ضبطة ثم عندنا قياس بنعمل قياس قبلي للمجموعتين قبل اجراء التجربة قبل بدات التجربة ثم بعد انتهاء التجربة بنعمل قياس بعدي ثم بعد انتهاء التجربة بحوالي شهر أو شهرين أو ثلاثة حسب الظروف في غالبا بعد شهر في الغالب اللي عم كنا نشوف بعد شهر إن احنا بنعمل قياس تتبعي يعني عندنا للمجموعتين قياس قبلي وبعدي وتتبعي إيه اللي بيحصل في الواقع أنا ما بكلمش على ما يجب أن يحدث أنا أقول بعد ما أقول كلمتي وهقول طبعا كلمة البحث العلمي كيف يجب معاملة هذا الوضع لكن هقول لكم ما الذي يحدث في الدراسات أو في البحوث التي شهدتها أو التي قرأتها أو التي نقشتها في كتير جدا من الأحوال ما الذي يحدث اللي بيحدث كالآتي قياس قبلي بنعمل تكافؤ بين المجموعتين في القبلي نعمل تكافؤ بين المجموعتين في القبلي يعني بقارن القبلي للمجموعة التجربية بالقبلي للمجموعة الضبطة وهذا للأمانة لا يضع في النتائج بيضعوه دايما في إجراءات البحث وده بيطلق عليه التكافؤ بيطلق عليه التكافؤ تمام؟ ثم بعد التجربة ما بتخلص بعد ما بتخلص التجربة بنعمل مقارنة بين القبل والبعدي قارنة خلي بالك بين القبل والبعدي المين للمجموعة التجربية وليست الضابطة للمجموعة التجربية وليست الضابطة وهذا بيطلق عليه الكفاءة الداخلية يبقى أنا بقارن ما بين القبلي والبعدي للمجموعة التجربية ويطلق عليه في البحوث اللي أنا شفتها أنا مش مختنى طبعا بهذه المسمايات ولا أؤيدها لكني بعرض لكم ما نراه في الواقع فاعلية داخلية بمعنى أن أنا بشوف المجموعة التجربية بقررنها بنفسها عشان كده أسموها فاعلية داخلية تمام؟ ثم بعمل كمان مقارنة بين البعدي للمجموعة التجربية والبعدي للمجموعة الضبطة يبقى زي ما أنا عملت تكافؤ أدي واحد عد معي لو سمحتها اتنين فاعلية داخلية بقرن القبلي بالبعدي أو البعدي بالقبلي للمجموعة التجربية بعمل بقرن البعدي للمجموعة التجربية بالبعدي للمجموعة الضبطة وهذا بيطلق عليه فاعلية خارجية تمام؟ هذا ما يطلق عليه هذين المسمايات لا أعلم أين أتت ولا يعني من أن كتاب ولا من أنه أنه حتة بالظبط ثم خلي بلك عد معي أدي واحد اتنين تلاتة تلاتة اختبارات بتجرع على نفس الداتة تمام؟ بتجرع على نفس الداتة طيب إيه الحاجة اللي بعد كده كمان؟ هل بنكتفي بكده؟ لا بنيجي كمان نقارن بين البعدي والتتبعي عشان أثبت أن برنامجي ما زال كفء تمام؟ وأنما أحداثهم من تأثير ما زال مستمرا بعد انتهاء التجربة بالشهر وهذا يطلق عليه إيه؟ بقاء أو استمرارية الأثر يبقى كم اختبار كده؟ أربعة على نفس الداتة طيب إيه المشكلة في السيناريو اللي أنا بقوله ده؟ إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ إن أنا عملت تكافؤ ثم جبت فعالية داخلية وقيت فعالية خارجية اللي مزعلك اللي مزعلك إنت يعني؟ زعلان في إيه؟ أنا هقول لك زعلان في إيه؟ بطريقتين الطريقة الأولينية طريقة منهجية البحث الطريقة التانية هي طريقة إحصاء أولا حزق النفسينا سؤال من أحد منهجية البحث لماذا لا يقارن أيضا التتبعي في المجموعة التجربية بالتتبعي في المجموعة الضبطة؟ ليه ما بيتعملش ده؟ بمنطق أو بمنطلق بمنطلق التصميم التجريبي مش يمكن يا سيدي الفاضل أن تأثير تجربتك اختفى وما شاهدته بالتتبعي هذا نتيجة عملية نمو أو عملية ارتقاء طبيعي حدثت هما دول ليست فرعان تجارب دول الناس عايشين في الحياة وإنت سبتهم شهر إيه اللي حدث خلال الشهر ده؟ عشان تتأكد إن اللي حدث ده وإن تجربة تكالي مؤثرة طب ما تقارنهم البعدي بتاع الضبطة تمامي؟ بقى نعمل كمان اختبار وليس كمان اختبار؟ عندنا أدواح اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، خمس اختبارات ده من حيث منهجية البحث من حيث بقى الإحصى حضرتك عندك خمس اختبارات هل سمعت أو تعرف إن حضرتك لما تعمل نفس على نفس الداتا خمس اختبارات مختلفة حضرتك بتعمل تضخم في الخطأ من النوع الأول؟ وإيه خطأ في النوع الأول؟ الأول يعني تضخم؟ تضخم يعني الخطأ من النوع الأول اللي احنا بنسميه احتمالية إننا أصل إلى وجود فروق بينما في الحقيقة لا توجد فروق اللي هو بيعتبر الخمسة من عشرة خمسة من مية، اللي هو مستوى الشك هذا مستوى الشك حصل له زيادة لم يصبح خمسة من مية طب بقى كام؟ شوف عدتك عملت كم مقارنة؟ خمسة أو أربعة؟ أربعة في الخمسة من مية شوف هيطلع كام؟ ده إذا كانت هذه المقارنات مستقلة يعني كل واحدة ملاش علاقة بالتانية طب لو كانت مرتبطة، لا أكبر من كده بكتير يبقى إذا هذي الكوكتيل اللي بيحصل هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي لأن حضرتك لو تعرف احنا بنستخدم ليه بنفروني وبنستخدم توكي كل الطرق دي بنستخدمها علشان نتجنب الخطأ في الوقوع من الخطأ في النوع الأول ما يصبحش التضخم اللي موجود عليه واذاك بنفروني بيقول لك لا مستوى الدلالة ده 500 سموا على عدد المقارنات اللي بتعملها حتىك ما بتعملش كده وبالتالي ممكن تصل إلى نتائج هذه النتائج تقول ان انت طريقتك فعالة وفي فروق بينما الحقيقة مافيش ليه؟ لأن زي ما قلت أن الخطأ من النوع الأول اللي حتىك متبنيه لو 500 لما يصبح 500 ده أصبح قيمة أكبر من كده بكتير وبالتالي هتصل إلى وجود فروق بينما الحقيقة مافيش هذا من ناحية الإحصائية تمام؟ يوما شوفنا من ناحية مناج البحث ومن ناحية الإحصائية لا ينفع هذا التصميم هذا التصميم مش اختراع ده تصميم موجود اسمه 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 ولذلك لو رحنا شوفنا بكتب مناج البحث التجريبي هنجد ان هذا التصميم ليه مثميات مختلفة؟ البعض بيتسميه Between Within Subject Design وليه Between؟ لأن انا عندي مجموعة تجربية وضبطة فيها ناس مختلفين وليه Within؟ لأن انا بقيس بعمل قياسات متكررة على نفس الأفراد والبعض بيسموه Mixed Design تصميم المختلط ليه مختلط؟ لأن في Between وفي Within والبعض بيسميه Split Plot Design كل دي مسميات مختلفة طب ايه التصليب الإحصائي الصح؟ الاسلوب الإحصائي الصح اللي احنا بنسميه Mixed Design Anova أو Repeated Measure With Between Subject Factor Repeated Measures قياسات متكررة بس مع وجود Subject Factor اللي احنا سميناه في بداية هذا الفيديو اللي هو سميناه يا جماعة سميناه تحليل التباين الثنائي ذو القياسات المتكررة اللي هو اعتبر Mixed Design طب يتعمل ازاي بقى؟ مش اللي احنا شفناه خمس اختبارات وحنقع في الخطأ من نوع الاول وحنقع مشكلة كبيرة جداً وحنقدي الى مقارنات ومسميات غريبة كل الكلام ده هو ليس له واقع لكن احنا هنعمل ايه؟ هنعمل تحليل إحصائي واحد يحللنا كل المشكلة ده طبعاً احنا ما بنحبش تحليل إحصائي واحد لان تحليل إحصائي واحد يعني نتيجة واحدة يعني احنا بنقذ بالشبر احنا بنقذ بالعدد ومش عايزين الكلام ده وان زي التصميم التجريبي على عيننا ورصنا بس احنا عايزين نعمل شغل كده وان احنا بنهتم بالكم ولا نهتم بالكيف فطبعاً احنا هنقول الفيديو وان طبعاً غالباً لن يستخدم وحدش هيعمله ليه؟ لان احنا لازم نعمل اللي فيه حاجات كتيرة نعمل فرض اسمه قبل وبعدي ونعمل بعد وبعدي ونعمل بعد وتتبعي ونعمل قصص طويلة بس هذا الكلام ليس صحيح وفيه اخطاء وهذه الاخطاء همه ان حضرتك هتصل الى نتائج غير حقيقية هتقول ان انا عندي فروق ما عنديش طيب هنشوف ايه في النامج الاس بي اس اس هنوديكم 3 سيناريوهات برضو هنعمل سيميليشن داتا او انا عملت سيميليشن داتا 3 داتا الداتا الاولانية عشان برضو اضح لكم فكرة التفاعل الداتا الاولانية عبارة عن ايه؟ عبارة عن نفس الديزاين ده بس هنخلي مفيش تفاعل طب ونفيش تفاعل بمعنى ايه؟ بمعنى مفيش تفاعل وكمان مفيش اثر يعني ايه مفيش تفاعل؟ يعني مجموعة التجربية ومجموعة الضبطة لقيت يوجد بينهم فروق سواء في القبلي او في البعدي او التتبعي يعني نفس الكونكولوجن ابقى اذا لا يوجد تفاعل وحعمل عدم موجود تفاعل في مواقف اخر اللي هو ايه المواقف الاخر؟ ان يكون فيه فروق بس فى التلات حالات في فروق بين القبلي هنا وقبلي هنا والبعدي هنا والتتبع هنا ا عايز اوضح لكم ايه من الحتى دى؟ alluded again, ان ممكن يكون في تفاعل ان عدم موجود تفاعل ممكن يبقى في حالتين سواء كان في فروق او مفيش في الحالتين انا عندي تفاعل الحاجة انا عندي تفاعل حسنا على ربطة przede revisit بداية انه هناك اتصاص في النتاج انه بصرف النظر لو أخذنا عبر التلات نقاط في فروق من القبلي والقبلي فروق من العسل والبعدي 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 والبعدي啦 أي مamos يا زل التفاعلrep عندما كان هناك اختلاف لو كان ما فيش فروق في القبلي لكن فروق في فروق في البعدي تعلمني ازاي؟ او كان الفروق لصالح فئة في القبلي وصالح فئة تانية في البعدي تعال اروحوا مع برنامج الاس بي اس اس ونوريكم الثلاث حالات اللي انا عايز اوضحها لحضراتكم من خلال الرسومات وازاي نتعامل احصائيا مع كل حالة تعال نشوف مع بعض حضراتكم السيناريو الاول السيناريو الاول زي ما احنا اتفقنا عندي مجموعتين مجموعة تجربية ومجموعة ضبطة وتم القياس لها ثلاث قياسات زي ما اتفقنا ده السيناريو اللي موجود الداتا اللي قدام حضراتكم معمول لها سيميليشن دي معمولة بحيث ان ما يكونش هناك تفاعل نمرة واحد الحاجة التانية ما يكونش في نفس الوقت عندي فروق بين المجموعات التجربية بين المجموعة تجربية المجموعة ضبطة في اي مرحلة من المراحل الا قبلي ولا بعدي ولا تتبعي طيب يبقى انا عندي اولا مجموعتين جروب واحد او جروب اثنين وخلي بالكم من طريقة ادخال الدياتا انا اضطت جروب واحد و جروب اثنين فيه حاجة بتبهن الجروب ده اللي هو الجروب ده يمثل بين سبجكت ديزاين والتست بري تست والبوست تست والفولو اب اللي هو ده يمثل الريبيتت ميجرز اللي هو ايه وثين سبجكت ديزاين لان انا بقيس الري والبوست والفولو اب على نفس المجموعات تمام يبقى انا عندي جروب عندي جروب واحد واثنين وثلاثة تمام وعندي في نفس الوقت ثلاث مجموعات عندي ثلاث قياسات قبلي وبعد وتتبعي طيب ازاي ان انا اعمل التحليل الاحصائي بقى سبكم الحكايات فعالية داخلية وفعالية خارجية والكلام اللي احنا قلنا ده تعالوا شوف الكلام ده يتم ازاي هروح على انالايز مع بعض و هنزل على انالايز جنرال لينير موديل و هروح على ربيتت ميجرز و انا في ربيتت ميجرز عندي الفاكتورز بتاعي اللي بيعبر عن الوثين اللي هو يعتبر القياسات فممكن اسميه ميجرز وممكن اسميه تايم على اساس ان دوب يباين تأثير الوقت فانا حاسميه تايم والتايم ده ليه كم مستوى ليه تلاتة ليش معنى تلاتة؟ لان انا عندي قبلي وبعد وتتبعي ما عنديش حاجة تانية لو كان عندي قياس تاني كنت خليته ماربعة او خمسة واعمل كلمة اد يبقى ده بيعبر عن واثين سوبشكت فاكتورز واقول له كده ديفاين من هنا ديفاين عندي ديفاين حبدأ اقول له يسألني فين واحد وفين اتنين وفين تلاتة هقول له والله هم ادي واحد ده القبلي والبوست تيست ده البعدي والفولو اوب ده التتبعي لكن عندي كمان حاجة اسمها جروب حيخش في البتوين سوبشكت ديزاين ليه يتحط في البتوين لان الموجود مجموعة تجربية بيختلف عن المفروضات مجموعة ده بتدول ناس مختلفة فحطوا هناك كده طب كده وبس لا طبعا احنا هنشوف في المودلز بتاعنا المودلز بتاعنا فول فاكتوريال فطبعا مش هبيره انا عايز اجيب طبعا انا عندي جروب ما عنديش غير جروب فقط انو هو في التالي زي الفول هروح اندي البلوت وفي البلوت هقول له لو سمحت عدتلي الطايم في الهوروزينتا وعمل لي سيبرت لاين لكل مجموعة الوحدة يعني عن رسمة هيبقى المحور الافق في الطايم في الوقت اللي هو القياس القبلي والبعد وتتبعي وفي فوق هيبقى عندي الجروب بتاعتي ومنساش اعمل ات وهعملها لين تشارت مزعيشها بارة تشارت وهقول له كده كنتينيوم طبعا هنا بيقول لي واي اكسي ستارت فروم زينو ما تفريش ما تفريش دلوقتي طب هتعمل ايه تاني انا مش هعمل حاجه يا نوت هسيب كل ده دلوقتي لاني لازم اجري التحليل كده الاول ففي الابشن في الابشن هقول له عمل لي وعمل لي افكت سايز وعمل لي كمان هوموجينايتي اللي هو اتباعي متحقق ولا لا وحكتفي بدا كده كنتينيوم كل ده انا بعمل اختبار واحد فقط خلي بالكم ده اختبار واحد فقط طيب وبعد كده هتعمل ايه تاني مش هعمل سيف لحاجه ولا عكس اكسي بيكتيد مارجنال مين ولا حاجه دلوقتي كل هقول له اوكيه زي ما اتفعنا ان انا هنتظر لما تظهر النتاج واول حاجه هبص عليها مع حضراتكم هي الرسمة الرسم اللي بيعبر عن شكل العلاقة ما بين الزمن وما بين الاداء في كل مجموعة تجربية والمجموعة الضبطة هنزل كده بعد اذنكم للرسمة الاول ادي الرسمة هي بيقول لي هنا هوات ان في خلي بالكم من وحدة القياس وكلام زي ده هوات لان احنا بيبقى الفروقات ده مضللة تقول ده فرق كبيرة وهو هنا فرق صغير وهنا لا لا طبعا وحدة القياس بتأثر وممكن بالاحصة زي ما احنا عارفين انه غير وحدة القياس زي ما احنا عارفين يبقى اللون الاحمر ده بيعبر عن الاسبرمينتال جروب اللي هي المجموعة التجربية واللون اللي هو الازرق ده هوات يعبر عن الكنترول جروب لاحظوا ان الفرق بين الكنترول والجروب والاسبرمينتال جروب زي ما احنا عاملينه او انا عامله في الداتا دي خلي بالكم هنا الاسكيل 28 29 لو كبرنا الاسكيل شوية ممكن تطلع فروق دي مش باينة خالص في جميع الاحوال مش نحتمد على الرسمة بس واضح ان مفيش علامة الكراس وايضا عشان بس خدنا صورة ان دايما كده واضح ان المجموعة التجربية اعلى بس هل الفرق ده دال ولا غير دال هنعرف الكلام ده مع بعض هرجع تاني للتحليل بقى من اوله بيقول لي والله عندك بالنسبة لوقت ثلاث قياسات مظبوط وعندنا كمان جروب مجموعتين صحيح كنترول وجروب وقع الدسكريبت في استاتيكس دي ما انت طلبتها جميل وما ليه بقى حكاية الباكس تستخلي بقى لكم ان تحليل التباين اثناء ذو القياسات المتكررة الريبيتد ميجرز ده ليه شرطين مهمين جدا الشرط الاولاني هو الشرط السيفريسيتي او ما يسمى القروية بعد بسترجم عندي القروية هنشوفه حاليا ونشوفه اختباره وعندنا كمان الباكس تست باكس تست ده بيختبر ايه 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 يعني عايزين ان معاملات الارتباط بين ايه المتغيرات لا تختلف لا تختلف من المجموعة من مجموعة المجموعة يعني انا عندي دلوقتي المعامل الارتباط الموجود عند المجموعة التجربية في القبلي لايختلف عن معاملا ارتباط للمجموعة ضبطة في القبلي يعني انا اصلا داخل المجموعة معاملات الارتباط بكسدت انا عندي كم مجموعة انا عندي تلاتة تلاته قياسات مضروبه في اتنين في مجموعتين يباع عندي ستة عشان كده درجة الحرية عندي هنا دي واحد certain ستة. تمام? طب وهل تساوي معاملات الارتباط او بين المصوفات اللي داخل كل مجموعة متحقق ولا غير متحقق? متحقق. ليه? لان مستوى الدلالة طالع اهيه بمتين خمسة وستين من الف يعني اكبر من خمسة من مية. يبقى اذا لا توجد فروق. يبقى اذا الشرط متحقق. طب والشرط التاني قبل ما بص على الشرط التاني اللي هو برضو ده بيختبر ايه? بيختبر برضو موضوع التباين. بس التباين بين ايه و ايه يا جماعة? بين انا عندي كم قياس قبلي وبعدي وتتبعي. طب جميل. يبقى الفرق ما بين القبلي والبعدي. القبلي والبعدي. في التباين بجيب بطرح الدرجات القبلي من درجات البعدي. وقارنها بين القبلي والتتبعي. بين القبلي والتتبعي. بجيب الفرق ما بينهم. بجيب الفرق بين الدرجات القبلي ودرجات البعدي والفرق بين درجات القبلي ودرجات التتبعي تمام؟ يبقى عندي فرقينهم أجيب تباين ده وتباين ده وازمت أن التباين بينهم متكافئ طب ما فيه تباين تاني التباين ما بين البعدي والتتبعي وعندي ما بين القبلي والبعدي برضو أقارر ما بينهم إذن بجيب الفروق المحتملة ولذلك شرط السفرستي ده لو كان عندي مجموعتين اتنين بس ما بين شارشي لأن مجموعتين اتنين هجيب الفرق بين المجموعة الأولى والثانية خلاص هقرنه بايه الفرق ده التباين الفرق بين المجموعة الأولى والثانية ما عنديش مجموعة تالتة عشان هقرنه بيه اذا ما مش متواجد يبقى الشرط ده متحقق ولا مش متحقق متحقق ليه برضو لان significant اكبر من 5 من 100 يبقى الشرط ده متحقق طب لو ما كانش متحقق اعمل ايه وما كان متحقق حنشوف مع بعض هنا طبعا مش متحقق فاذا الامر حنشوفه مع بعض لكن قبل منه قبل ما يجيب لنا السفرستي جاب لنا خلي بالكو ان الريبيتت ميجرز ممكن يتحقق يختبره بطريقتين طريقة المالتي فيريت تست ودي لقى تشترط السفرستي أسانشن وطريقة اليونيفاريت الطريقة اللي هي بتعمل على اختبار اف بطريقة الي هي اليونيفاريت ديت ودي تتضمن السفرستي طب احنا لو بصنا هنا عندنا في المالتي فيريت عندنا حاجة اسمها ولكس لامدا وهوتيلينج ورويز لرجست روت وبيلار تريس كل الحاجات دي كلها تقريبا كلها متطفقة على انه الطايم له تأثير انا مش هبص على الطايم طالما ان انا عندي تو وي انوفا ويز ميكسد او تو وي انوفا مش ميكسد فول فاكتوريال او كده كل في الحالة دي ابص على التفاعل هل التفاعل دال ولا غير دال اهو التفاعل غير دال يبقى وفقا للمالتي فيريت تست لا يوجد اصل للتفاعل ما عنديش تفاعل وانا قلت انا عامل الدتع بالطريقة دي طب لو بصينا على اليونيفيريت لنفس الموضوع برضو اليونيفيريت بيقولي السفرستي اسيومد طبعا لانه هناش فرض متحقق يعني ما عنديش فروق فانا ااخد كلمة سفرستي اسيومد فحاجة ايه في السفرستي اسيومد اهو في اليونيفيريت برضو في التفاعل ماليش جاعه في الطايم دلوقتي في التفاعل ادي السيجنيفكنت اكبر من خمسة من مية يبقى برضو لا توجد فروق يعني يوجد تفاعل طالما لا يوجد تفاعل يبقى حضرتك يبقى حضرتك على طول تقدر تبص للمين افكت وتقول ايه والله يوجد فروق بين القياسات المتكررة بين الطايم 1 والطايم 2 والطايم 2 والطايم 3 يعني يوجد فروق بين القياس القبلي والبعدي والتتبعي ده للمجموعة التجربية والمجموعة الضابطة قال للتنين لكن انا مش هدفي ده انا هدفي ان بين المجموعات طب هنا كنت امانت ليفين ليفين تست برضو لاحظوا ان ليفين تست غير دال يعني الشرط المتحقق طب انا باعيز البتوين بين المجموعات ده المهم اللي بالنسبالي ده المهم هل في فروق بين المجموعات اه بيقول لي في فروق هاي عند كام عند خمسة من مية في فروق عند كام عند خمسة من مية في فروق طب انا ينفع ابوص للفروق دي ايوه ينفع وعشان اعرف انها لصالح مين انا عندي مجموعتين مش محتاج اعمل مقارنات صنعية يبقى ممكن ارجع تاني وابوص هنا عند المتوسطات واقول والله ادي الكنترول و ادي الاكسبرمنت ادي التوتل تمام التوتل بتاع البري تيست والبوص تيست والكلام زي ده هوت تمام بس انت عايز تجيب ايه متوسط المجموعة التجربية ومتوسط المجموعة الضبط ممكن هنرجع هنا تاني عند ربيتة ميجرز واقول له كده برضو ديفاين وحاجة هنا في الاستميذة مارجنال مين وحدخل هنا الجروب عشان يزمن لي ديسبلاي مين ولو عايز تقارن انت مش محتاج تعمل مقارنة هنا لان الجروب مينز دول مجموعتين فمش محتاج تعمل مقارنات مش محتاجين نعمل مقارنة فقول له كده continue اوكي هيظهر لي مع الاستميذة مارجنال مين دلوقتي هيظهر لي متوسط المجموعة انا هنزل هنا عشان اقول الفروق دي صالح مين اهو بيقول للكنترول جوب 28 والاستميذة الجروب 29 طبعا الخطأ المعيالي صغير وبالتالي فترة الثقة ما فيهاش السفر اذا توجد فروق بين المجموعتين اه اللي بيقول له الاختبار ده اه اللي بيتقال دلوقتي اللي بيتقال دلوقتي ببساطة ان المجموعة التجريبية والمجموعة الضبطة في بينهم فروق تمام وذي الفروق الصالح المجموعة التجربية يعني ايه كلام ده خلي بالك وانا عندي للمجموعة التجربية اللي هي بنون الاحمر خمس قيم بين القبل والبعد وتتبعي المينيفيكت بيقول ل ايه بيقول ل المتوسط التالت نقاط دولت المتوسط trong 3 نقاط يختلف بصورة ده الله احصائيا متواصل ثلاث نقاط الخاصين بالمجموعة الضابطة. طب انا مش عايز كده. انا عايز اعرف هل توجد بينهم فروق في القبلي. ول توجد بينهم في البعدي. ول توجد في بينهم فروق في التتبعي. انا مش عايز اقارم بصورة عامة. مانا بوضح لك. قدي بقدم لك اكثر من افسكت. شوف المائي افكت. ما يقولش حاجة ذات معنى. انت عايز تقول ايه? اه طيب. في فروق. الفروق دي انا عايز تشوف هل موجودة في القبلي ولا موجودة في البعدي. ولا موجودة في التتبعي. هقولك نتم الموضوع ده ازاي هنرجع مرة مع بعض هنا تاني وهنرجع repeated measures وهارجع تاني هنا هوت زي ما احنا عملنا قبل كده قلنا فعندنا time تمام وقلنا دولة تلات مستويات وعملنا add وعملنا define وبسرعة قلنا ادي القبلي والبعدي والتتبعي ده موجود في الجروب هنا هوت كده وجينا هنا عند ال plot وقلنا حنحط الجروب في ال separate line والtime هنا هوت بسرعة وعملنا add و continue وجينا هنا عند ال option عملنا عن descriptive وال estimated وال homogeneity و continue تمام ده اللي احنا عملناه بس هنجيب بقى روح ال estimated marginal وحندخل ال interaction هنا تمام وحنقول له continue ومش هقول اوكي بقى المرة ده هقول paste عشان اشوف السنتاجس الكمبيوتر هيفتح لشاشة السنتاجس وحطيلي كده estimated marginal mean ده خط ده estimated marginal mean في ال interaction هقول له لا انا عايز كمان تعملي compare 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 بين ايه عندنا؟ group تمام وطبعا انت هتقارر ما بين group بين المجموعتين عند القبلي والبعدي والتتبعي لا بس كمان يعملي adjusted بنفروني باستخدام بنفروني باستخدام بنفروني ده اللي انا عايزه يعني قارريني بين القبلي والمجموعة التجربية والمجموعة الدابطة عنده كل لقطة زمنية تمام بس اعملي adjusted لبنفروني يعني عشان خاطر انا ما اعشف الخطأ من النوع الاول وما يتضخمش والكلام اللي احنا قلناه ده وهقول له كده continue طبعا مش هيختلف الناتج اللي هتظلي حاجة جديدة طبعا الرسمة مش هتختلف عن الوضع اللي احنا شفناه لو هننزل بس كده للنهاية الوضع اللي احنا شفناه العادي لكن اصبح دلوقت شا عندي عندي للجروب عندي time 1 time 2 time 3 وعندي experimental انا عايز عنده كل وقت فجاب يقول لي عنده كل وقت في القبلي اللي هو time 1 قيمة F غير دالة تمام وفي البعدي قيمة F غير دالة وفي التتبعي قيمة F دالة يبقى عايز قول لي ايه خل بالك ان الفروق ديت نتيجة نتيجة ايه نتيجة ان الفروق الموجودة بتبقى موجودة في حالة المبيل المجموعة التجربية المجموعة الضبطة في التتبعي ليس في القبلي ولا في البعدي دي موجودة في التتبعي فقط تمام و لو رجعت هنا في الperwise comparison انا مش محتاجها طبعا طالما موجود الفروق في المجموعة في التتبعي يبقى اذا بين المجموعة التجربية والمجموعة الضبطة انا لو رجعت هنا وشفت ادي الكنترول جروب في التتبعي بتسعة وعشرين والاكس بريميلتل في التتبعي بتلاتين شايفين الفرق بسيط الفرق بسيط لكن طالع ده الفرق درجة لكنه طالع ده طبعا بسبب الخطأ المعياري صغير لكن انا ادارت دلوقتي ان انا طبعا البيل وايس كومبارزون ده مليوش لازمة والاجست هنا بيقولي هو في فروق برده بيقول لي الانتك لازمة نعمل اه بس هذه بيعني لو انا بصيت بقى بين التي في فروق في فروق بين الركونات الحالي يقول اا في فروق وهو دي صالح مين؟ طبعا هنا لو انا قدت الاجسيبريمنتل والجروب واضح انها لصراح الاجسيبريمنتل لان هي اللي موجودها لما كانت في الاول بتبقى الاشارة مجرد. يبقى اذا احنا عرفنا ازاي ان احنا لو كان عندنا فروق ازاي ان احنا نجيب المجموعة التجربية والمجموعة الضبطة نقارن ما بينهم عند كل نقطة زمنية بس مع مراعاة حدا ملقوع في الخطر من نوع الاول من خلال الدخول على السنتاجس والتعديل البسيط اللي احنا عملناه. طب نشوف مع بعض بقى الحالة التالتة لو كانت عندي مجموعة عندي فيه تفاعل الغالية مشوفت مفيش تفاعل لو انا رحت كده عندي وجود تفاعل نروح كده عندي الداتا بتاعتي في الداتا عندي التالت برضو هي نفسها القياسات لكن الداتا السيميليشن ديت انا اعملها بحس يكون فيه شكل من اشكال التفاعل فهنعمل ايه برضو هنعمل نفس الخطوات هي هي ان انا اروح على الانالايز وبعدين جيرنا الانية الموضل وبعدين ربيتد ميجر وبرضو هقول لانا عندي تأثير الوقت تأثير الوقت تايم وطبعا هنا عندي تلات مستويات للوقت واقول له اد واقول له ديفاين وهدخل التلاتة دولت ده ما عملت وعندي الجروب يتحط هنا وفي الوبشن الديسكريبتف والسطاندرد والهيموجونيتي نفس الكلام وهروح هنا عند الموضل مش عامل فيه حاجة ولا الاستميتة مارجنال مين هحط برضو الانتر اكشن خليه موجود طبعا عندي ايه كمان في الوبشن احنا خلصنا مش عامل سايف حاجة هقول له في البلوت برضو هحنحب نعمل دايما البلوت هقول له هنا دي برضو في السيبرت وده في التايم كونتينيو كانسل اد كونتينيو اوكي وهنتظر برضو الى انتظر النتائج وهبص عيني على التفاعل مباشرة طبعا انا بصيت على الرسمة هبص على رسمة تقريبا ما فيش فروق في القبلي ده السناليو اللي بيحصل في معظم بحسنة وبعدين عندي زهرة الفروق في البعدي وفي التتبعي فانا هعمل ايه هبص على الانتر اكشن الاول من خلال هنا هو سواء في المالتيفيريت اللي هو مش محتاج السفريستي اسمشن فطبعا في فروق اهيه في التفاعل ولو رحت عندي السفريستي متحققة ورحت على اليونيفيريت وبرضو عالتفاعل على طول في فروق يبقى اذا انا عندي فروق في عندي تفاعل يبقى اذا ما ينفعش انظر على المين افكت ولا ابص على البيتوين سابجيك ده ملوش اي لازمة ملوش معنى يتبص عليه ولا ان انا ابص على التأثير الوقت اللي هو ده وابص عليه سواء كنت ابص عليه في المالتيفيريت او الونيفيريت ما ينفعش يتبص عليه ليس له معنى اما الايه ليه معنى ان احنا نحاول ان احنا نصحح الوضع بحيث ان احنا نعمل مقارنات ثنائية عنده كل نقطة زمانية فهروح هنا وهقول له كده define وهقول له هنا best يعني صفل الكلام ده في السنتاجس هبص على السنتاجس بتاعي هبص ليه اضافه هنعمل ايه نفس الامر هقول له هنا مرة دي compare compare وهفتح course group واعمل adjusted برضو adjusted لبنفروني بنفروني ولو اني طبعا ده مش محتاج adjusted بنفروني ولا حاجة لان دول مجموعتين دول مجموعتين فقط فمش محتاج ثم اخد نفس السطر ده كده اخد السطر ده كده وحقارن ما بين اولوني طبعا انا شايف ده ملوش لازمة برضو حضراتكم تشوفهم معايا انا عندي هنا تأثير الوقت بقى طايم يعني هيعمل ايه هيقارن ما بين القبلي والبعدي عنده كل مجموعة عنده كل مجموعة هنا طبعا هنا بيقارن المجموعات ببعضها داخل كل مجموعة يقارن القبلي بالبعدي وقارن بعدي بالتتبوعي عنده كل مجموعة والاولاني هيقارن المجموعة الاولى بالتجربية بالضبطة عنده كل نقطة زمانية تعالى كده نظل ده كده هيجيب لي جميع المقارنات اللي انا عايزها طبعا الجزء ما هيظهر مش هنجد فيه اختلاف عن النتاج ولا رسمة ولا اي حاجة بس عايز داري استمدت مارجنال مين وحتشوف حضراتكم انا بقصد ايه طبعا انا لو انا نزلت هنا هوت عند العنوان الجديدي اللي ظهر ده اللي هو ده استمدت مارجنال مين ده اللي مكانش موجود هنا طبعا بيقول لي Controlled Experiental Group عنده كل نقطة زمانية عنده واحد واثنين وتلاتة قبلي وبعدي وتتبعي وذا عنده قبلي وبعدي وتتبعي و الـ Per-wise Compensation قابل امبص على الـ Per-wise Compensation امبص هنا ده بيقول لي هنا الوقت تأثير الوقت تأثير الوقت بيقول لي ايه بيقول لي ما بين المجموعة والتجربية والضبطة في القياس القبلي ما فيش فروق لكن في البعدي في فروق وفي التتبعي في فروق لصالح مين لصالح المتوسط الاعلن هما مجموعتين مش محتاج يعني ايش محتاج ابص هنا طبعا هنا ما فيش فروق خلاص ما بين القبلي ما بين الكنترول واكسبريمنتل اه في فروق لصالح مين اكيد لصالح الاكسبريمنتل لان لما طرحت ده من ده طلعب السالب وفي الحالة التتبعي لو قرنت المجموعة التجربية بالمجموعة الضبطة في فروق اه في فروق لصالح مين برضو الصالح الاكسيبريمينتل لان هو موجود موجود ان هو ايه ان هي لما طلعت دي مين دي طلع بالسالب فطبعا طلع بالسالب لان ده رقم اثنين يعني بطرح ده من ده فعشان طلع بالسالب الاكسيبريمينتل هو الاعلى يبقى في فروق طبعا احنا كده جبنا الفروق من المجموعة التجربية والقبل والبعد يعني بين المجموعة التجربية في القبلي ده اللي هما كانوا بيسموه التكافؤ ده اللي بيسمى التكافؤ لكن هنا عامنين انجستد لمنفروني طب وما بين المجموعة التجربية والضبطة في حالة في القياس البعدي ده اللي هما بيسموه ايه يا جماعة اللي بيسموه التفاعل الداخلي شايفين كل حاجة ظهرت مرة واحدة اللي هو بيسموه كفاءة الخارجية يبقى احنا جبنا ادي هو طيب وما بين الاكسبلومنتاله ده ما بيجبهوش لكن ده مهم جدا عشان ده برضو يثبتلي ان الفروق بين مجموعة بقاء الاسر كان موجود حتى لما قردوا بالمجموعة التجربية طيب دي حاجة الحاجة التانية لو انا بقى قارنت ما بين الفرق فيه بين التايم بقى فرق التأثير الوقت للكنترول الوحدة والاكسبلومنتال الوحدها شايفين؟ طب ده في فرق ولا مفيش هونجوب نزل تحت كده؟ في المالتيفريت المالتيفريت بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الكنترول في فرق في الكنترول بين القابلي والبعدي والتتبعي مفيش فرق اهو طلع غير شيخفا طب وفي حالة الاكسبل إنتال لقى بين القابلي والبعدي والتتبعي في فرق طب لي صالح مين؟ أرجع هنا تانى يبقى في حالة المجموعة الضبطة لما قارنت القبلي بالبعدي مفيش فروق بين القبلي بالبعدي مفيش فروق طب لو قارنت البعدي بالتتبعي مفيش فروق طب في حالة المجموعة الضبطة المجموعة التجربية بقى القبلي بالبعدي في فروق لصالح مين لصالح البعدي طب بين البعدي القبلي والتتبعي في فروق لصالح مين برضو صالح التتبعي طب بحالة البعدي والتتبعي في فروق لا مفيش فروق هي طالع هي غير ده لا يبقى كل حاجة كل حاجة بدل ما كنا بنعمل 10 6 17 اختبار عملنا الموضوع كله في تحليل احصائي واحد تحليل احصائي واحد هرجع مرة تانية اهو من خلال السنتاجس بتاعنا من خلال السنتاجس بتاعنا عملنا جميع التحليلات بس ما احنا عاملين adjusted للtype 1 error من غير ما نغلط فيه بتحليل احصائي واحد ما بعملش test واعمل مش عارف ايه واعمل ايه كل الكلام ده اه دي اهو هرجع هنا عندي السنتاجس بتاعي ادي اللي انا السنتاجس نظل له ده هعمل له run كنا هيعمل لي جميع التحليلات الاحصائية مرة واحدة مش عمل test ثم عمل test ثم عمل test وعمل اقعف الخطأ من نوع الاول خطأ من نوع التاني كل الكلام ده حتى الفرود تم اختبارها الفرود تم اختبارها لكن ايه تم الامر ازاي؟ هنلخص اللي احنا قلناه خلاصة الكلام ان حضراتكم تبص على الرسمة مجرد نظرة بس كانوا عندك تصور ثم ترجع اول حاجة تبص عليها هو ان الشروط بتاعت الاختبار متحققة اللي هي الشروط هي عبارة عن ايه؟ شرط السفرستي اهو طب واذا كانش متحقق غير متحقق اذا كان متحقق تاخد النتاج من السطر الاول سفرستي اسيومد شوفوا درجة الحرية باتنين طب سفرستي نوت اسيومد ممكن تاخد جرينهايز كايزر جرينهايز جايزر طالع ايه درجة الحرية بتتغير لكن لحظه قيمة اف واحدة قيمة اف سابتة طب والقيمة دي الواحد وتيسعة من لعشرة حضرت لو خدت بتاع جرينهايز جايزر ده اللي هوا بوينت ناين فايف ون خدت الرقم ده ادربته في اتنين الويه ا unt BACK fuck and 這 رائده في اتنين حتلع لك الرقم ده ام الهيلدنفرد ده ادرب الواحد في اتنين يطلع لك ده اما اللور باوند اضرب النص في الاتنين اطلع لقى الرقم ده يبقى اما بيعديه عشان كده بعض الناس اللي سألناها ومقولنا ممكن درجة الحرارية تطلع برقم عشري او ممكن وديك شايفين ادي مواقف من المواقف وهناك مواقف كثيرة ممكن درجة حرارية تطلع برقم عشري فيها رقم عشرية طب يبقى احنا نعمل ايه احنا على طول نبص على شرط التفاعل شرط التفاعل متحقق مش متحقق ممكن نتقق بطريقة اللورنية وفي مقرسة المقارنة السرط التفاعلية تعمل بالسينتاكس اللي احنا قولنا طبعا بيقرن ايه بيقرن م spotted القياس القبلي والبعد والتبعي في حالة المجموعة تجربية والقياس القبلي والبعد والتبعي في حالة المجموعة الضبطة وبيعمل الكلام ده ايه adjust with Trini معد التعديل وفقا لbehroni تمام وبرضو بيقول لي ايه بيقول لي لو قرنت المجموعة التجربية بم бумوعة الضبطة في القبلي مفيش فروق وهدي قيمة اتا سكوير تبعا صغيرة برشال اتا سكوير. اي حاجة اكبر من 14 من 100 ده قوية طبعا هنا مفيش. طب وفحالة مقارنة المجموعة التجربية والمجموعة الضبطة في البعدي اه في فروق. لصالح مين? لصالح المجموعة التجربية. عرفت منين? عرفت من المتوسطات للا انا جايبها. طب وحالة البعدي التتبعي طبعا توجد فروق برضو صالح المجموعة مين مجموعة تجربية يبقى كل ده من تحليل إحصائي واحد طب عندنا في نفس الوقت برضو في نفس الوقت اللي هي ايه ان انا اقارن القبلي بالبعدي بالتتبعي داخل كل مجموعة بصورة منفاصلة طب ده دال ولا غير دال في حالة المجموعة التجربية مفيش فروق يعني لا توجد فروق بين القبلي والبعدي والتتبعي طب في حالة المجموعة التجربية الدبطة مفيش فروق حالة المجموعة التجربية توجد فروق طب لصالح مين وهو جايب للمقارنات الصينئية ومعاملها اتجاست بمنفروني نا ادي هي طب لو قارننا القبلي بالبعدي في المجموعة التجربية في فروق لصالح مين البعدي ودلا ولا غير دلا دلا طب ما بين القبلي والتتبعي في فروق وهي دلا لصالح التتبعي طب بين البعدي والتتبعي ما فيش فرق طلع بوينت سيكس سيكس في سيفن يبلغ توجد فروق بين البعدي والتتبعي كله فيه تحليل احصائي واحد كله فيه تحليل احصائي واحد ارجو يكون الفيديو وضح كيفية معالجة هذا الاسلوب كيفية التعامل مع هذا الشكل مع اشكال التحليلات الاحصائية وكيف يمكن ان احنا نتجنب وقعم الخطأ بالنوع الاول مرة النوع الاول مندخمه اكتر من اللازم وازاي نعمل اتجاست البنفروني وازاي ان احنا نعمل مقارنات بعدية وامتا نعمل وكيفية عمل هذه المقارنات مرة تانية ارجو يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو عمله لايك تعرف حد يستفيد بيعملو شير في جميع الاحوال احوالي وقت انسى تعمل سبسكرايب وقت انسى تحط كومنت تقول لنا على اي ملاحظات حتاك لاحظتها في اسناء عرض هذا الفيديو لان قلت ملاحظاتكم مهمة جدا 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 وفي النهاية اتمنى لكم جمعين التوفيق والنجاحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته